ناحت عليك السابعة في العلت لكتامعة ناحت عليك السابعة في العلت لكتامعة الله تلدي مفاطمة يا رحمد الله الواصل يا حبيب الله برحي لك سالتي دموع اسمه يا نهاري الضع نوره بدني صارت مظلمة بدني صارت مظلمة يا حبيب الله برحي لك سالتي دموع اسمه يا نهاري الضع نوره بدني صارت مظلمة شلون ما هل كون يلبس اسود ويبس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم سادتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المهدي الفضائية عظم الله وجوركم وأحسن عزائكم في هذه الذكرى لا ليما ألا وهي ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا ونبينا وهدينا محمد صلى الله عليه وآله إذن بوصلة الزائرين والسائرين تتجه من زيارة الحسين عليه السلام قبل أيام بذكرى وهي تحيي ذكرى أربعينيته المباركة واتجهت نحو مدينة الكرار مدينة علي بن أبي طالب عليه السلام لتحيي مصيبة أخرى ومأساة أخرى ألا وهي ذكرى استشهاد مولى الكونين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله محمد إذن أحبتي تعالوا معنا في هذا التقرير الذي سنصور لكم فيه هذه الزيارة العظيمة وأنا بالتوي خرجت من زيارة سيدي أولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الأجواء هناك مزدحمة بالزائرين وهم يؤاسون ويقدمون التعازي للمولى أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة استشهاد نفسه وابن عمه ونبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله محمد فما أعظم هذه المصيبة ما أعظم هذه الذكرى على المسلمين جميعا ذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله إذن أحبتي تعالوا معنا في هذه التغطية من قناتكم قناة المهدي الفضائية يا وطن ليش شاف خيرك يا وطن ليش شاف خيرك دونك يمضيع وطن دونك يمضيع وطن كل مني مفارق عشرتك أبد ما يعوف الزمان أبد ما يعوف الزمان بس الله يدرب غابتك شنه ليصير بعيترتك بس الله يدرب غابتك حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين عظم الله وجوركم وأحسن عزاكم في هذا نصاب الجلل الذي نعيشه ونحيه هذه الأيام ولا سيما في يوم الثامن والعشرين شهر صفر وفات واستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله إذن أحد الزائرين جاء إلى مرقد الإمام علي عليه السلام ليقدم التعازي لمولانا الأمير باستشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالتأكيد جئت لمواساة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتقدم التعازي باستشهاد الرسول صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد محمد وعلى البيته الطيبين الطاهرين جئنا من محافظة السماوة مواساة لسيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام بذكر استشهاد رسول الرحمة ونبي الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبهذه المناسبة نقدم حر التعازي لمولاي أمير المؤمنين ولسيدة مولاتي فاطمة الزهراء ولمولاي الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أحسنتم زائرنا الكريم ربما يتوجه اتهام للشيعة بأننا نحيي مناسبات الحسين عليه السلام ولا نحيي مناسبات الأخرى كاستشهاد النبي وكذلك حتى استشهاد الإمام علي علي المؤمنين طالب كيف وجدت الطريق هل الملايين نفسها التي ذهبت إلى زيارة الأربعين هنا أكيد أكيد نفس الكثافة ونفس الملايين الزاحفة لزيارة السيد مولاي أبي عبد الله هي نفسها أو ربما أكثر تكون في زيارة استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا دليل على أنه الشيعة لا يختصر مواساتهم وزياراتهم فقط على الإمام الحسين عليه السلام بل كل مناسبات أهل البيت عليه مؤفضل الصلاة والسلام أحسنتم بارك الله بك إذن رسول الكريم صلى الله عليه وآله هو الذي أوجد الدين بيأمر من الله سبحانه وتعالى والحسين أدام هذا الدين نعم نعم الدين محمدي الوجود حسيني البقاء مهدوي الرجعة إن شاء الله نسأل الله تعالى أن نكون من جنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه صاحب العصري والزمان أحسنتم زائرنا الكريم سلام عليكم بالتأكيد عندما عدت من زيارة الأربعين فلابد أنك شحطت الهمم لكي تأتي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وتقدم التعازي لمولانا الإمام علي باستشهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله على محمد وآله محمد نعزي أمير المؤمنين عليه السلام وبالخصوص الشيعتنا وهذه لا يفرق عن المصاب سيده مولاي الإمام الحسين عليه السلام والدليل أنت أمام أنظار الناس والخدام أبو عبد الله الحسين مشن على الأقدام من البصرة وبقى المحافظات وترى المواكب موجودة نفس المواكب نفس الكرام نفس المواكب ونفس الكثرة المليونية حالياً أنت الشاهد قدامك تنظر القنوات حالياً هسا شوفونا قدام عيونكم وهذا الدليل هاي قدامك شوف الزوار بالملايين موجودين هنيئ لكم هذا الحب لبيت رسول الله مبارك الله بيك جميع إن شاء الله حسنا السلام عليكم أخي الكريم شين شعورك وأنت شارك الزائرين أخوتك وأخواتك بزيارة القبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمواسات الرسول صلى الله عليه وآله شعور شعور لا يوصف شعور لا يوصف ويعني شيء يبقى بالخيال بالذاكرة لإحياء هذه المراسم مراسم يعني زيارات زيارة الإمام الحسين عليه السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إحياء ذكرى استشهاد الرسول الأعظم هو من ثبت الديانات الأولى وندعو من الله العزيز الكريم أن يوفق جميع المسلمين وأن يديم هذه النعمة على كل المسلمين وليس على الشيعة فقط حياكم الله شكرا لكم نعم إذن أحبتي المشاهدين الكرام من كربلاء إلى النجف تتجه بوصلة الزائرين والسائرين لتقديم التعازي لمولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام باستشهاد رسول الإنسانية المولى محمد صلى الله عليه وآله فارغ مكانك يا مواجع تنجلي أغلى دمع الليلة طاحت آخ يا دمعت علي آخ يا دمع علي من يضل فارغ مكانك يا مواجع تنجلي أغلى دمع الليلة طاحت أخ يا دمعت علي أخ يا دمعت علي أي من سماع فاطمة صاحات يا بعد عمري وهلي يا بعد عمري وهلي يا اللي فاجعني برحيلك موقلت لدللي موقلت لدللي موقلت لدللي حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين الكرام إذن زائر آخر بهذه الشيبة المباركة جاء لتقديم التعازي للمولى أمير المؤنين عليه السلام السلام عليكم عليكم السلام عزو الله وبركاته عظم الله أجرنا واجركم من صاحب الأييم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأننا لجعل كاف بكل الإسلام بهذه المناسبة العظيمة أن تقوم بهذه المناسبة موفر بالعراق ولا بلالله كل عالم الإسلامي كل الدنيا كل الناس وعندنا نشكر القناة اللي هدي على هذا من أي محافظة قادم حج؟ إن شاء الله محافظة حلة يعني الجو حار جدا وأنت شوفك يعني على عكاز يعني وجيت الزيارة ثلاث يام وقناة ثلاث يام إن شاء الله بارحة ويوم باشر يعني ندعو لكم إن شاء الله بصرحة العافية الخير إن شاء الله نعم والله يتقبل الزيارة ندعو لهذه المواكب إن شاء الله نشكرهم نشكر القائمين في العتبة على هذه الخدمة العظيمة الله يوفقكم ووفق القناة باركم ووفق كل من يعمل في هذه القناة الله يتقبل زيارتكم يتقبل عماكم وعحمة الله وشكاتكم حياكم أسوكم الدعاء إن شاء الله الله يتقبل بارك الله بيكم حياكم الله سلام عليكم حجي منين جايين؟ حوسة من الديوانية الحمزة الشركي هذا ولا شيعة على الصفة من الذهب صافين إن شاء الله من الحمزة لبو حسين ليوم متعنين وليصر في الدينار الله ليعوضل بسبعين أها نجورك والله نجورك أها نجورك والله نجورك ونتا بنيني محصوم من جورك والله نجورك ونتا بنيني محصوم أمودي لمل يا كلب روح ودعك يا رحمة الله الواسعة يا رحمة الله الواسعة روح لك ناحت عاليك السابعة في العلد لك دامعة ناحت عليك السابعة في العلد لك دامعة الله تيدي مباطمة يا رحمة الله حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى نلتقي بزائر من زواري أمير المنين عليه السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وعلي محمد وياكم الزائر سيد حسينان سيدي أحيا سيد عنبر الغرابي سيد عنبر الغرابات نحن أحد خدام زواري الأمام الحسين وسأل الله أن يحفظكم ويحفظ شعة أمير المؤمنين ويحفظ شعة العراق والإسلام كله عياكم الله ويخلي شعورك سيدنا وأنت شارك أخوانك المؤمنين بزيارة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الله شعوري أريد الله وأهل البيت يحفظ الإسلام والشعة يعني ما عندنا غير أهل البيت يعني ما عندنا غير الله وأهل البيت أن يحفظكم وسأل الله وأهل البيت ينصركم ويشفيكم شربنا عدم بحق محمد وعلي محمد الله يحفظك نلتقي بالزائر السلام عليكم عليكم السلام مرزوق جبر صحن حياكم الله يا حاج اش تعني لك هاي الزيارة يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وآله مدفون في المدينة وأنتم تزورون عليه ابن أبي طالف النجف الأشرب قبل أن من عند رسول الله السلام علي أمير المؤمنين نعم هو يعني نيابة عن رسول الله هو نفس النبي نفس النبي نعم صلى الله عليه وسلم لذلك نقدم التعازي للمولى أمير المؤمنين مولى الأمير المؤمنين نعم ولا بنته فاطمة الزهرة نعم عشان الله يستر عليكم وأولاده نعم الحسن والحسين عليهم السلام ذاك مدفون في المدينة عجي شون شفت الزائرين أعداد الزائرين الخدمات المقدمة للزائرين نعم خدمات موجودة زائرين كثيرة حال جدا والخدمات موجودة أكثر بعد من عندهم ويقولونكم أنتو الشيعة ما تحيون وفاة النبي بس تحيون زيارة الأربعين الوفاة النبي ما تحيوها طبعا أنا مشيت شفت أعداد قليلة أنا مشيت للروفة ممشي تلقوني بليجوت منافي يقولون ما تروحون للنبي ما تروحون للمكة عم إحنا ما خليني شي ورانا ما نشي ليه وهسا هاي زياء هسا لو أتيحت إليك الفرصة بأنه قالوا مسموح العراقيين والشيعة يزورون قبل النبي يمشي تروح تمشي نعم يش ما تمشي تمشي الشيعة والله تمشي على عيونها بالتأكيد يا عم الله يتقبل زيارتكم الله يتقبل عمالك وحفظك الله يسترك حياكم رحمك ورحمك ورحمك حياكم 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 الله يتقبل عمالك ورحمك 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 وبركاته من كل الدول التي هي فيها محبين للحسين عليه السلام وفيها شيعة لأمير المبن عليه السلام جاءوا ليحيون هذه الشعيرة المباركة وهي شعيرة استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله زائر يقف الآن بجانبي من دولة البحرين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عياكم الله على التعال عليكم الله على التعال عليك إلا أن تحيي زيارة استشهاد النبي نعم صلى الله عليه في حضرة أمير المبن عليه سلام الله عليه وأشارك الأخوان من جميع الجنسيات في هذه المصاب الجلل حياكم الله إذن ماذا تعني لك زيارة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وما قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني تعني لي كل شيء ولكنه رسول الله هو نفس رسول الله علي نفس رسول الله صلى الله عليه علي مني وأنا من علي إذن يعني أنت شون شفت أحياء الشيعة لهذه المصيبة يقولون أن الشيعة فقط يحوي المصيبة الحسين شفت هذا الشبعينك والله إلا أن أشوف يعني سلام الله عليك يا رسول الله هذا يعني نشوف ما يقولون عنهم بأن نحن 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 نحيى رسول نحيى مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه ولا نذكر الإمام حسين إلا مثلا في الأربعين هذا ما أمون والأعداد عمالها في الزياد باسمين الأمام وليس الأول مرة أجانا أنا جيت سنين قمضت ولكن هذه السنة من ثلاث سنوات من جيت أتشوف الأعداد عمالها في الزياد والله فيبكم إن شاء الله الله يتقبل وعيركم إن شاء الله أياكم الله يسألكم إن شاء الله من المملكة العربية سعودية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيري شعورك أخي الكريم وأنت تشارك أخوانك من كل الأقطار المحبة والموالية بهذه الزيارة الشعور لا يوصف غرب أمير المؤمنين سلام الله عليه الله يرزقنا إن شاء الله كل سنة نجي نعظم لأمير المؤمنين الأجر مفات الرسول كنا بكربلاء الزيارة الأربعينية الحمد للرب العالمين الشعب العراقي ما قصر في مضايف صراحة يعني نرفع لكم الغبعة وش ما نقول ما نوفي حقكم ووقفتكم معنا شفيتك قصير بهذه الزيارة يعني الشيعة تعبوا بالأربعين وقعدوا ببيوتهم لو أجوا يحون هاي الزيارة لا والله ما أشوف ما أشوف أحد قاعد في بيته يعني ما شاء الله عليهم الشعب العراقى ما شاء الله عليه لا قصر معنا كخليجيين لا قصر مع أحد ولا أجانب يعني مستضيفين الأجانب بشكل يعني ما ما توقع أحد يقدر يوفر هالخدمات ذي كلها فالله يرحم والديهم والله إن شاء الله يثبتهم على ولاية أمير المؤمنين ويدومهم إن شاء الله على هالخدمة لا أحياكم الله الله يتقابل زيارة إنه منك إن شاء الله نسألكم الدعاء نحب أحيبنا لا أحيب احبنا الغمر نبحنا خابونا وسندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة تركنا يتامة وخاذها السلامة برحيلة وفجاعنا رسول المحنة صديق ما عاشي عنه شناشي صبنا بك يا حبيبنا يا رسول الله فما أعظم المصيبة بك حيث انقطعنا الوحي وحيث افتقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين أحبتي المشاهدين الكرام كنا وإياكم في هذه التغطية حيث نخلنا لكم هذه الزيارة المليونية وهذه الجموع وهي تتوافد إلى قبر المولى علي بن أبي طالب عليه السلام لتقديم التعازي لذكرى استشهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حتى أتقيكم في تغطيات أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولينا وتعذبي أنا لا سيل تجينا شر محتوى وحش وحش المدينة طاريق عربية الشوارع عربية الشوارع يضيق الوقت وحش المدينة طاريق اشتركوا في القناة